صمام أمان للشعب العراقي ونؤيد ما جاء بخطبتها لهذا اليوم وكانت كتلة السائرون النيابية قد طلبت من رئيس مجلس النواب عقد جلسة طارئة لأجل سحب الثقة وبعد إعلان رئيس الحكومة عن استقالته نؤكد مجدداً على رئيس مجلس النواب وعلى الفور لعقد جلسة طارئة ليوم غد السبت للتصويت على قبول الاستقالة كما تدعو كتلة السائرون النيابية إلى تشكيل حكومة وطنية بإرادة عراقية خالصة يكون فيها رئيس الحكومة والوزراء من الشخصيات المستقلة من التكنوقراط والمعروفين بنزاهتهم وكفاءتهم وأن يكونوا غير محسوبين على أي قوى سياسية كما تؤكد كتلة السائرون على تشكيل الحكومة بعيداً عن أي تدخلات خارجية وتمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة بعد قيام مجلس النواب مهامه بتشريع قانون الانتخابات الجديد والعادل والذي يحقق تمثيل حقيقي وواقعي لإرادة الناخبين وبعد إجراء تغيير للمفوضية العليا للانتخابات وتغيير قانونها